الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي يا آل طاه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طاه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتسم وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعنم انتقت لرسول الله أربعة الضب والضبي والثعبان والصنم آمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم لولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنا ثم بيت الله والحرم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم صلاة وسلام لك لازمين متلازمين إلى يوم العرض والدين سيدي يا رسول الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بشفاعة يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة فلنكسر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لها أسرار عظيمة ولها غايات النبيلة أولا أنها هي العبادة الوحيدة التي أمرك الله بها وقبل أن يأمرك بها أمرك أن توكله بالأداء فيها نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أو صلي اللهم على سيدنا محمد كأننا نريد أن نقول يا رب نحن لا نعرف قدر الحبيب فأنت تعرف قدر الحبيب فنوكلك أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم هي العبادة الوحيدة التي قبل أن يأمرك الله بها فالله امتثلها قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا ذكرت في الكرآن تسعة وتمين مرة كلهم في أوائل الصور أو في أوائل الآيات إلا في هذا الموضع ذكرت في منتصف الآية الله بدأ بذاته ثم سنى بملائكته ثم أمر عباده من المؤمنين من الجن والإنس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هي عبادة بإجماع الأمة قطعية الكبول أي أن الله يقبلها لأن موضوعها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله تعهد ألا يرد عبادة موضوعها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أدم الصلاة على الحبيب محمدي أدم الصلاة على الحبيب محمدي فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول ورفضها إلا الصلاة على الحبيب محمدي فهي عبادة يقبلها الله سبحانه وتعالى هي عبادة ثوابها ليس بالحسنات وليس الجنة وما الحسنات والجنة إلا مزيد فضل من الله سبحانه وإنما ثوابها أن الله يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذن ثوابها ليس الجنة ولا الحسنات إيه الجنة والحسنات؟ زيادة، زيادة فضل وزيادة إقرام وتعظيم وتشريف من الله وإنما أن الله سبحانه يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إيه السر بعد كده؟ أنها العبادة الوحيدة أن ثوابها ليس بالحسنات والجنة وأنها لا تدخل في سداد الدين يوم القيامة يوم القيامة حين يأخذ من حسنات المرء الذي اغتاب والذي فعل المنكرات هذه العبادة الوحيدة لا تدخل في سداد الديون لأن ثوابها كما قلنا ليس بالحسنات إذن هو رصيد لك مجنب تتكئ عليه تستند عليه ساعة العرض على الله في ساعة التوارئ هذه العبادة تستند بها وتتوكل عليها وصلاة واحدة من الله عليك تكفيك الأمان والضمان في الدنيا والآخرة هي عبادة لا يوفق إليها منافق ولا عاق لوالدي فالله سبحانه وتعالى لا يوفق منافق ولا مطرود من رحمته لهذه العبادة فإذا أدمنت الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فاعلم وتيقن أنك من السعداء هي عبادة لا يدخلها الرياء لا يدخلها الرياء وإنما هي تشريف وتعظيم يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك لا آمرك بهذا ولا أقيدك بهذا فلابد أن يقودك الحب وليس الإلزام للصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المصلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه شفيعنا يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين